اشتركوا في القناة وعلى رغم أنه كان عصر حربي وكان فيه انتصارات على المهول وعلى غيرهم من الأعداء إنما حنجل أنه أيضاً كان فيه اهتمام بالفنون زي سنديق المصحف الحرك شايفها بعضها مقسم إلى الداخل الأربع لأن أجزاء المصحف وبعضها بالحجم الكامل أو حجم صغير وفي نفس الوقت المشكوات الرائعة اللي بيعتبر مدحفاً الإسلامي أكبر مدحف العالم بيحتوي على هذه المشكوات هنا الحدوطة بتاعتنا عن النظافة والطهارة والجمال عندنا في الدين الإسلام والحادرة الإسلامية ما بين قماطم العطر وعلبة النشوء والمكحلة والمرايات زهراء من الخلف نسكول والأمشاط هنا أيضاً بتدي قيمة للصماء عندنا بزداد صماء الخزف دي كلها أسماء الصماء كل واحد فيهم عليه اسم الصنع أبو العز وعمل الأستاذ المصري وغيبي وغزال وكل ده خزف عمره يزيد على 600 أو 600 عم ده واحد من الأبواب المنوكية المدمة جداً عندنا ويبهن من الظاهر أن دي زخارف نباتية إنما لو دققنا نظر أكتر هنلاقي هنا فيه زخارف حيوانات وطيور وده يبينينا قبيل إتقام في تنفيذ هذه الزخارف إلى جانب طبعاً الاهتمام بالخط اللي هو الخط الثلث المنوكي وجانبنا هنا حضرتك هتشوف إن البانلز اللي إحنا حطناه في القاعات غيرناه تماماً بقى بيدي رسالة للزائر سواء كان طفلة أو أبنبي إن أجدادون يعلموا العالم إحنا عملنا الإهدام بيتكلم هنا على الإضاءة فيه حاجات تانية بتتكلم عن الاختراعات والابتكارات بحيث كل شخص يشعر بالفخر والاهتمام والانتماء لهذه الحضارة ومدى التسامح اللي موجود فيها أيضاً المواكير كان عندنا علماء في المكتزياء والميكانيكا ومتخصصين في رفع المياه من الأرض بأشكال رائعة والمنبر ده من جامع الأميرة تطر الحجازية وكان منهم كمان الصناع زي مريم الإسترلابية اللي اتكرت واخترعت أجزاء في الإسترلاب اللي هي ألفالكية فكان عندنا هذه التسامح وهذه التهاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهم المصاحف عندنا ده بيدل على الدين الإسلامي ده هو دوهر هذه الحضارة هنا بنشوف عندنا مشكاء من العصر المملوكي ده نكتوب الخط العربي دلالة للغة العربية وهي لغة هذه الحضارة ده شاهد قبر جاي من الأشوار من عهد سيدنا أثمان بن عرفان ربي اللغة يعني تاريخه سنة واحد وثلاثين جنوان اليونسكو بيقول عليه ده واحد من أهم التحف على مستوى العالم الإسلامي لأنه مكتوب باللغة العربية قبل ما يظهر حتى التنقيد يعني لو قرنا بسم الله الرحمن الرحيم هذا القبر العبد الرحمن ابن خير الحجري أو الحجازي اللهم اغفر له وأدخله في رحمة منك وإيانا معه استغفر له إذا قرأت هذا الكتاب وكل آمين وكتب هذا الكتاب في جمادة الآخر من سنة إحدى وثلاثين على الرغم نوم الحجر الجيلي لكن عمره بيزيد على ألف وربعمائة سنة دي أقدم تحفى عندنا في المعتقد نقدر نحن نورتك نورتك زي أجابة تمدتها في باقي المتحف أصليناك المتحفان الإسلامي يحكي لك عمل القصص والأجمل بقى أن هذه القصة تلسمت بالكاركاتفية المتلونة والتي لونها مسيحي القبطي نصري السنف الأرام ومجانة فده يعني قصة المجاهة بتاع المتحفة الإسلام بفضل في أسخار الزواج بتاع الملك فاروق والملكة نبيلان لأول مرة كلنا بيعرض أدوات الإكسسوارات والزينة انتهاءاً بالاحتفال بالزواج ده هنا بقى العديد عملنا الإنسان الآلي من حوالي 300 سنة وفيه قصص ورموات يقضر عن ساعة مبقافة اسمها ساعة الفيل هو واحد من أهم الروحه عندنا في الحضارة الإسلامية لأنه ظهر عليه بدايات الخط النسخي يعني فيه الخط النسخي خط النسخي في نفس الوقت وبيعود لأواخ العصر ففيه بأوائل العصر نص دي العملة وقد تبناها تبتيب تاريخي يعني هنا من قبل الإسلام ده الدينار والدرهم والفلوس وده أول دينار معرف هنا ده دينار الزهر اللي ده وده ده أول دينار وكريمكي 27 سرعين مبارية يوم عهد عبد المالك المراوي وبعد كده بنمشي تاريخي يتحول التاريخي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر